نروح نبتدي مع حضراتكم أولى فكرات بنامج الأشبال ونروح لفكرة أخبار الناشئين في الصحف والمواقع وهنبتديها مع حضراتكم مع منتخب الشباب هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي فكرة أخبار الناشئين في الصحف والمواقع وزي ما احنا شافين مع حضراتكم دلوقتي منتخب الشباب يفوز على نجوم المستقبل بسنائية ودية كابتن ربيع عسين نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله مع منتخب مصر للشباب نروح أيضا للخبر التاني ومارضه مع منتخب الشباب منتخب الشباب يواجه نادي مصر وديا الخميس وده مباراة مهمة وبروفة مهمة أمام فريق محترم كل التوفيق إن شاء الله للعبي منتخب الشباب والكابتن ربيع ياسين من أسوان انطلاق اختبارات قطاع الناشئين في كرة القدم بنادي أسوان خبر بعدي كابتن خالد بيبو يجهز قائمة بالمميزين في ناشئة الأهلي لتقدمها إلى مسماني أهلي 2001 و2003 في معسكر مغلق بالإسماعيلية وهيكون فيه تغطية إن شاء الله حصرية وكبيرة وهنكون مع حضراتكم بعد قليل إن شاء الله من المعسكر في إسماعيلية مباشرة في برنامج الأشبال على قناة الأهلي كابتن إمام محمدين أبو الناشئين وعن قوائم الناشئين بالمسم الجديد بيقول كارثة ويخدم مصالح أندية معينة كابتن محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي أمبي بيقول أين الأندية من قرار تقليص قوائم الناشئين كان لازم ياخدوا رأي الأندية كابتن علاء نبيل مدير قطاع الناشئين بيزد قوائم الناشئين الجديدة في صالح المواهب وتقضي على السلبيات النهاردة إن شاء الله الحلقة اللي جاية دي كانت أبرز العنوين عندنا في برنامج الأشبال أبرز العنوين في برنامج الأشبال إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنقش مع حضراتكم أولى ملفات أو أولى القضايا في برنامج الأشبال هي قوائم الأندية قوائم الأندية اللي نالت يعني استياء من بعض مدير قطاع الناشئين زي ما شوفنا كابتن محمد إسماعيل في نادي أمبي كابتن إمام محمدين في نادي الاتحاد السكندري هنناقش القضايا إن شاء الله في الحلقة الجاية أن دي قضايا مهمة جدا خاصة إن الفترة اللي فاتت طبعا زي ما احنا عارفين قاعدة الناشئين لازم تكون القاعدة كبيرة زي الهرم بالضبط القاعدة متمثلة في البراعم النهاردة بيتم تقليص عدد اللاعبين في البراعم هل ده يخدم الكرة المصرية خاصة إن احنا ما شاء الله بنتكلم في مئة مليون نسمة فهل النهاردة كل نادي يمتلك أربعين لعب فقط هل ده في صالح الأندية؟ ده ننشوفه مع حضراتكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية